ايه عام اللوايح وفين القوانين اللي انتو بتكلمون عليها فين التطوير وفين المؤتمر اللي انتو قلتوا عليه وفين الرؤية اللي هنعملها للرياضة المصرية وفين الارتقاء بصمعة الكرة المصرية وفين الاهداف اللي معالي الوزير حاطتها عشان المنتخبات تتأهل وعشان نعمل الكلام ده كله ليه عشان ايه فين الكلام ده كله الاحتدايات على لعبة بيرانز في السوبر ولا حد عمل حاجة فكان طبيعي جدا اللي حصل والشيء المؤسف والمنظر المزري من حسين الشحات ضد لاعب نادي بيراميدز وللأسف للأسف هو ده حال الرياضة المصرية وللأسف طول ما دول اللي بيديروا الرياضة المصرية طول ما اللوايح بتطبك وطول ما القوانين بتتفصل لحساب نادي واحد طول ما احنا هنفضل محلك سر ومشان نتقدم خطة واحدة لقدام خلينا روح لزي ما عودنا حضراتكم وقلنا كل أسبوع انصلت الدوق على الحاجات الإيجابية اللي تخص نادي الزمالك والعابة نادي الزمالك وقلنا الانتماء والوفاء عشان نرد على الخوانة والهاربين واللي بينكروا الجميل واللي ما عندهمش أصل واللي خسروا نادي الزمالك واللي خسروا القيم وخسروا مبادئ الحقيقية وراحوا للي استحقوهم وراحوا للي شبههم عشان هم لايقين على بعض قوي سواء الهارب أو سواء المخادع التاني هروح أشوف شيكا الفهد والغزال الأصمر وهو بيتكلم عن قيمة وقامة كبيرة جدا كل الرياضي في مصر بيفخر بها كل مشجع الكرة في مصر واوله مشجعين النادي المنافس محمد عبدالشافي هرح اشوف شيكابالا هو بيتكلم عن محمد عبدالشافي وارجع اتكلم عن الاسطورة في القيم والوفاء والانتماء عبدالشافي هو رقم واحد مش هيجي في الحتة دي تاني زي عبدالشافي لا وبعيد عن الكرة شخصيته رقم بقى في المحلة وجاله الاهلي والزمالك فكانوا عايزين كان العقد بتاع الاهلي اكبر فعبدالشافي قالوا ما انا مش هطلع من هنا لغي العانيز الزمالك مش هتطلعوني خلاص انا اجمعكم هو ده عبدالشافي باختصار عبدالشافي رمز الوفاء رمز الانتماء ورمز الاخلاص